حسناً، شكراً شكراً عليش، نحن عندنا المغرب يقدن 9 إلى 8 دقايق تقريباً فيدوبك بقى عبل ما صلينا عملي فإن شاء الله نكمل بقى النهاردة المحاضرات بتاعتنا عن البروجيكت مانيجمنت وليدرشيب وفي الحقيقة أنا مركز خالص إن أحاول أعلاد مقدر في الأربع محاضرات لأنهم أربع محاضرات قليلين إن أنا أنقلكوا حاجة ليها علاقة بالبيزيكس وشوية الحاجات اللي هي يمكن ما تسمحهاش في الحيطة التانية أكتر من أن أنا أبدأ أسرد لأن الـ B&B ممكن يبقى ليه كورس لوحد وإن شاء الله ممكن نزبطه يعني كبروجيكت مانيجمنتروفشنال سيرتيفيكيشن أو ككورس متكامل ممكن نبقى يبقى ليه كبير فأنا مش دا اللي أنا هركز فيه إن شاء الله في الأربع محاضرات دول لأن أنا لما جيت زبطت الـ presentation اللي قيت إن أنا صعب إن إحنا نعملها زي كورس مانيجمنت أنت مش هتقضي الأربع محاضرات فزي ما زبطت كده هتطلقوا الحاجات اللي هي زي ما قلت لك كده هتبقى مفيدة في إن أنت تطلع بحاجة فعلاً في value ومش تحصلها في حيطة تانية مش تحصلها مثلاً في فيديو في يوتيوب ولا بسهولة يعني فهنكمل النهاردة وهشرح لكم هبدأ بكلمة methodology methodology يعني إيه methodology؟ يعني منهجية فأنا عايز أبقى عندي منهجية يعني إيه عندي منهجية؟ يعني عندي system شغال فيه من A to Z بيبدأ يحرك الدنيا بشكل سليم طيب هل ده مهم؟ هل ده مفيد؟ طيب تعالى كده هقول لكم حاجة مهمة جداً وهقول لكم ليه بقولها عشان برضو محدش قولي احنا مش عايزين نقعد ناس محكاوي لا في حاجة مهمة جداً في العلم اسمها drivers drivers يعني drivers المحفزات يعني أنا إيه اللي يخليني أعود أعمل حاجة؟ آه ممكن واحد يكلمني عنه لا أنا عايز حافز يقول لي أن الكلام ده مهم فعلاً الكلام ده محتاج أن أعود أضيع وقتي واسمعه لا ده مش هيبقى تضيع وقتي بقى لده هيبقى علم مفيد هيبقى فيه value فدي اسمها drivers فأنا هقول لكم شوية drivers يعني طول ما أنا شغال معاكم هبدأ أحكي لكم شوية قصص القصص ديت هي اللي هتعمل لك drivers هي اللي هتزقك إن فعلاً الكلام ده مفيد وكلام ده مهم وكلام ده فعلاً ما زي بعض الناس يقول لك يا عم الكلام ده وضع وقت لا تعان شوف ايه drivers هو إيه الفرق مثلاً بمطعم المعلم حمادة ومكدونالد أو بيتزا هات أو المركات ده إيه الفرق؟ ده مطعم وده مطعم من ضمن الفروق الرئيسية على فكرة إن ده عنده سيستم ده عنده سيستم يعني لما تيجي تقول الحج حمادة ده أنا عايز أفتح فرع لمطعمك يقول لك يا عم تروح تفتح رمالك لكن لما تروح مثلاً لبيتزا هات تقول له ما أنا عايز أفتح فرع لبيتزا هات يقول لك لا انت لازم تاخد فرانشايز ويعني إيه يا عم فرانشايز ده يقول لك يعني ده أنت عنده حقوق عشان تبدأ تستخدم المركة بتاعت دي تروح لمكدونالد لهم يا جماعة عايز أفتح فرع مكدونالد يقول لك لا استنى إنت لازم تدفع لنا مئة ألف دولار تريباً الأرقام دي كمان زادت دلوقتي أو مئتين ألف دولار ممكن دلوقتي وتدينا دي لياليتي فيه وتدينا كل المبيعات بتاعتك نسبة 12% ومش عارف لازم تبقى إيه يا جماعة ليه آه يمكن عشان حرف الام الأصفر الكبير ده أكيد لا يعني مال إيه يعني ايوة لأن الناس دي هيديك system بص كده باعلك إيه باعلك بالملايين دي إيه باعلك system باعلك الكلام اللي إحنا دلوقتي بنحاول نشوف هو مهم ليه لأنه equal value اللي هو باعلك methodology يعني إيه باعلك system يعني إيه باعلك methodology أنت لما تخش مثلا آه تاكل في مكدونالد عمرك شفت الراجل اللي بيبيع البطاطس مثلا بيقعد يدقها لا طب ليه أنت فرط يدقها تشوفها ملاحها لا لأنه هو في process شوف حتى الأدق الحاجات الأدق هنملاح البطاطس كل حاجة فيها process كل حاجة فيها system كل حاجة فيها فتلاقي الدنيا ماشية بطريقة بتطلع نتائج ماينفعش يطلعها بقى الحاجة حمادا ما احترامي ليه مهما كان شاطر مش يعرى الفضاء وبتطلع مش عارف ايه وبتكتشف ايه أكيد لازم يكون عندها system وعندها process لأن أي غلطة هتكلف كتير جدا ممكن تكلف أرواح وممكن تكلف آآ آآ money هبالتالي الprocess ديت حاجة يا جماعة خطيرة جدا فيه المتدولي شي باختصار هي بقى system والprocess والحاجات اللي أنا هشتغل بيها واتخليني أمشي صح وأعمل الشغل صح كده كده مقدمة ظريفة كده عشان تديك driver تحس ان الكلام اللي أنا هقوله ده كلام فعلا مهم طيب المتدوليش ديت بتمر بمجموعة من المراحل عشان تستوي عشان تبقى كويسة أول مرحلة في المتدوليش اللي هي المنهجية اللي هي system اللي هي process اللي هي اللي كلام اللي أنا شوى كلام اللي أنا كلمت عنهم دول وانتكلم عنهم أكتر بتبدأ أول حاجة بمرحلة اسمها مرحلة preparation ليه محدش بيقوله انه كلام مش مكتوب في كتب قوي ده كلام ده شغلينها بقى يعني ده الشغل اللي اللي احنا بنعمله كناس شغلين في المانجمنت شغلين في بيزنس المانجمنت أنا بقول لك شغلي بقى اللي هو بتعمل ازاي مش مجرد كلام مرصوص كده في ورق وكلام لا ده كلام العيل practical مش كده قلت لك من أول الكورس قلت لك تبقى ازاي تعمل الكلام ده practical فاحنا اول حاجة بنعملها بنبدأ نعمل عملية اسمها عملية preparation احنا بنبدأ نحضر لعمل السيستم وعمل المنهجية اللي هتبدأ الشركة تشتغل عليها ولازم تكون practical مش كلام ولا كلام نظري ولا كلام ولا الكلام اللي انا اتشرف طبعا ان ابدرسه وكلام عظيم بس مش كلام practical شوية عايز تعمله تفصيل فانا بقول لك ازاي بتعمل التفصيلات دي فبنعمل الpreparation ديت وبعد كده بنبدأ نعمل ايه في مرحلة الpreparation دي قبل ما اعدي منها كده اعمل في مرحلة الpreparation دي بابدأ اعرف الorganization بابدأ اعمل حاجة اسمها ال as is ال as افتكر معايا او اكتب لان انا مش كاتب كل حاجة بصراحة فلو عايز تكتب برحمة او المحاضرة بتسجيل او المهم اول مرحلة بعملها بعمل مرحلة ال as is ايه مرحلة ال as is ديت ان انا ببدأ اشوف الناس ديت وضعها الحال يعمل ازاي الشركة دي مهما كانت عم حمادة ده ومطعمه بيعمل ايد الوقت واستاذ احمد وشركته بيعملوا ايد الوقت مهندس كذا وشركة المعاولات بتاعته بيعملوا ايد ايه اللي عندهم ايه اللي ما عندهم شي الوحش الصعوبات اللي بيقابلوها ده اسمه ال as is ال as is طيب وبعدين وبعدين ببدأ انا بقى كراجل بتاع management راجل professional management ببدأ اكون حاجة اسمها to be to be ده لماذا سيكون احنا عايزين نوصل لفين انا عايز اخذ الطيارة دي وروح بها فين روح بها الامر ولا روح بها بلد تانية فلازم احط to be مع الناس اللي عايز تعمل الشغل مش المزاجي برضو انا لازم اعود معهم اقول لهم انتم عايزين توصلوا فينا يا جماعة بالسيستم بتاعكم ده فبنبدأ يبقى الجاب analysis هو الفيصل او الفرق او اللي بيربط او الجاب اللي بتربط ما بين الاز از الوضع الحال اللي عندي والتو بي الوضع اللي انا عايز اوصل طيب بعد ما احط التو بي ده ان شاء الله يبقى يجي وقت نقعد نتكلم اكتر على التو بي ده شوية ببدأ بقى ابني الكلام ده وانا ببني بمر بتلات مراحل تلات مراحل اول مرحلة اسمها system development system development system development يعني ايه يعني ان انا هبدأ ابني السystem ابني السystem على الورق او على الكمبيوتر يعني مش لازم يكون قضي يعني ورق اكتب بايدي يعني ممكن اكتب على الورد على الاسسل كل ده system development يعني اعمل ايه على الورق هقول لك بعد شوية يعني ده اول خطوة اسمها system development تمام بعد ما ابني السystem على الورق ببدأ اعمل حاجة اسمها system implementation مصلحات دي مهمة جدا اكتب ها معي معناها ايه عشان لو اشتغلت في المجال ده مش حلو خالص انت تقعد تقول المصلحات دي واتدخلها ببعض على ان كتير او في السوق وحتى والله شركات كبيرة عايبت تلاقي فيها عندهم اخطاء وconfigure ما بين المصطلحات وتعريفها المزبوط لان هما كترجمة عربي ممكن لهم قريبين من بعض لكن هما كمعنى بيبقى ليهم معنا مختلف فسيستم امبليمنتيشن معناها ايه معناها ان انا بقى هبدأ اطبق السيستم اللي انا عملتله على البروجيك هو ده السيستم امبليمنتيشن يعني عايز اطبق السيستم يبقى انا لو انا جيت بعمل سيستم ده اسمه سيستم ديبلوبمنت بس حبري على ورق حبري على ورق مهم طبعا ومش هينفع اتعمل بس في الاخر هو لو هو حبري على ورق لازم نيجي نعمله امبليمنتيشن هديك مثال بسيط اوه عشان عارف ممكن لبعضنا انا مش عارف طبعا مش قادر اشوف كل الاؤديانس ال background تاعتهم لكن هقولك هبدأ من امثلة بسيطة وصعبة شوية هقولك مثال بسيط جدا لما تيجي مثلا عندك شركة وعايز تطلع فطورة تمام ف ممكن واحد يقولك هنه هبدأ اعمل design للفطورة بتاعتي يبقى ده كده بيعمل system development بيحط منظر للفطورة design للفطورة اللوجو على الفطورة اللون عط اللي انت عايز ده كل development لما تيجي بقى تملى الفطورة تملى الفطورة عشان تبدأ تتفح ده system implementation واخدين بالكم يبقى كده عندنا معنى كلمة system development وعندنا يعني system implementation لما تيجي تحطيلي مثلا البروزس اللي انت هتمشي عليها ده system development لما تيجي تطبق وتشتغل على البروزس ده system implementation طب كده خلصنا لا فيه كمان مرحلة لو عايز تعمل more improvement ممكن تعمل حاجة بنسميها system automation system automation ايه system automation بقى هي ان انت تاخد system بتاعك اللي انت عملت له development وتبدأ تعمله ادمتا او automation او تبدأ تخلي فيه software يبدأ يعملو لك work flow بتاعتك بحيث يبقى more flexible and more powerful and more smarter ازوال يبقى احنا عندنا ده هو اسمه automation تمام فالautomation هنا ان انت تبدأ تستخدم بقى برامج متخصصة او تستخدم مبرمجين يعملو لك الautomation ده طبعا فيه برامج مشهورة جدا بتساعدك تعمل الautomation لكن خلي بالك يبقى بيضحك عليك اللي يقولك فيه حاجات جاهزة بتعمل الautomation واشتريها واخر ان فيش حاجة اسمها كده لازم تعمل لها customization وإلا هتبقى بتعوك لان كل البرامج اللي بتعمل automation بتبقى يعني مبنية على فكر معين لازم يتعملو تفصيل على نوع البيزنس بتاعك وعلى الdevelopment والimplementation اللي مناسب للبيزنس بتاعك من بعض البرامج اللي بتعمل بنعمل بها automation تمام فيه طبعا فيه umbrella للautomation وفيه برامج داخلية للautomation يعني ايه يعني مثلا فيه برنامج اسمه SAP مشهور مش الـ ساب اللي بتاع الـ لو حد مهندس مدني او معماري ممكن يكون سمع عن برنامج الساب لا مش ده اصدعلي ده برنامج تاني خالص او software تاني خالص اسمه SAP الـ SAP ده احد الـ umbrellas اللي بتعمل automation فيه حاجة اسمها الماكسيمو برضو بيعمل automation فيه Microsoft و Oracle بنزلين systems للautomation فيه بعد كده بقى جوة الـ umbrella بتاعت الـ automation ده بيجي بقى برامج مساعدة بتساعدك على الـ automation زي مثلا البرامج بتاعت Oracle اللي علاقة بالـ management زي Primavira مثلا Microsoft بنزلة Microsoft Project فيه عندك مثلا فيه حاجة اسمها Primavira Contract Manager اللي هي دلوقتي اتطورت وبقت اسمها Unifier بقت اسمها Unifier ده برضو ناس كتير جدا ما تعرفش المعلومة ديت لصلا دلوقتي ناس بتقول اللي عايزين ناخد كورس Primavira Contract Management طبعا الموضوع دلوقتي تطور بقى اسمه Primavira Unifier فيه حاجة اسمها Prime وحاجات كتير يعني فده كله بيبقى عبارة عن Tools عبارة عن أدوات هتستخدمها في عمل Automation تمام طيب يبقى احنا كده عندنا أربع مراحل مرحلة ال-preparation ومرحلة 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 طيب تعالوا بقى نخش على مرحلة ال-development مرحلة ال-development دا أنا هطلع منها بإيه مهم جدا أنا الوقتي لو أنا باجي عمل شغل لو مش عارف هطلع بإيه منه أنا ماشي كده في حرصات لازم أكون عارف أنا رايح فين يعني دائما نبدل المثال بتاع تايجر وود أكيد عارفين تايجر وود اللي هو اللاعب المشهور بتاع الجولف تايجر وود لما بيجي يلعب كرة الجولف بيبص الأول على الهول اللي هو هيرمي فيها الكرة وبعدين يبدأ يبص على الكرة ويبدأ يركز ويشوف هيدربها إزاي عشان تروح في الهول فلازم أكون عارف أنا هوصل إزاي للهدف بتاعي ففين الهدف لازم أكون تكو على 7 habits ويبدأ start with the end in mind فهنا نفس الكلام أنا عايز أعرف إيه end of mind end of mind ل المثال development الـ الـ المثال الـ هو اللي أنا كتبه منذ وقت على الشاشة عندنا واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة ستة حاجات عايزين نطلع بيهم من مرحلة السيستم development أول حاجة عايزين نطلع بيها لما باجي أعمل development أن أنا عايز أعمل procedures عايز أعمل procedures يعني إيه procedures الـ procedures دي اللي أنا بكتب فيها أنا عايز أعمل إيه زي كده بتاع راجل بتاع مكدوناللز كده هيكتب أن البطاطس تتحط المدة كم ثانية في درجة حرارة قدي كده وتتحط عليها كم رشة ملح والمقادير بتاعتك هتتحط في procedures وطبعا الـ procedures دي بيبقى فيها إجابات على أسئلة كتيرة جدا طيب دي أول حاجة بعملها بس طبقا للـ ISO الجديد آخر version في ISO بدأوا يقولك أنت ممكن تستغنع الـ procedures بدأت تقلل في موضوع الـ procedures لأن أنا مقتنع مع الـ ISO إن هي ممكن تكون مفيدة قوي زي زمان خلاص طيب رقم اتنين وأهم حاجة في الموضوع كله اللي هي process flow آه إيه بقى process flow ده ده هو ده قلب المثاليج عقل المثاليج المنهجية العقل بتاعها هو process flow ده اللي بيوريني أنا هعمل الـ process ده ازاي أنا هعمل الـ process ده ازاي خلي بالك انت عايز تعمل شغلي بقى professional بتقولش لا يا عم انا عارف والعلم في الراس مش في الكراس والناس لا لا فالصير من الكلام ده كله في الزبال لازم حط كل الكلام على الورق فلازم اكون عارف انا بعمل الشغل ازاي عشان اعمل standardization للشغل اللي بيحصل عندي في المؤسس تمام طبعا لو جي وقت ان شاء الله احكي لكم خصص خطيرة جدا على standardization وازاي بتوفر وقت وفلوس كتير جدا فمهم او فاذا لازم اوحد طريقة الشغل فلازم اعمل process flow لازم احط احنا هنعمل ايه خطوة اللي بعد هنعمل ايه عشان محدش بقى اقول لك لا اصلا مكنش عارف اصلا طب ايه طب مين قال لا كل كلام بقى الكلام اللي هو مش professional مش عايزين يتعامل فبنحط process flow بنحدد فيها اللوجيك بتاع كل المنطق اللي ورا process بتاعتي تمام يبقى كده ايه دي المرحلة التانية process flow في مرحلة development حاجة التالتة ان لازم احط forms اللي انا هستخدمها زي كده ما قلتلك احنا عايزين المثال البسيط قوي فطورة فعايز اعمل formula للفطورة ابقى محدد formula للفطورة اللي انا هملاها تمام كل حاجة هملاها هعمل لها formula حطها claim بقى تعمله formula ال input بتاعة البرنامج الزمني تعمله formula work break down structure تعمله formula communication plan تعمله formula اكزا بقى نتكلم عن كلام ده ان شاء الله بعدين بس اظن كل حاجة هيبقى لها form موجودة ومعمول لها design ومعمول لها لونها بقى وتحط على المهم تعمل formula توفي الغرض بتاعك كونش فيها معلومات ما لها لازمة اوعى وده يعني من اكتر الحاجات اللي قابلتها لما جيت اشوف system معمولة في بعض الشركات والله الشركات كبيرة يعني بقى جايب شركة عملت له الموضوع عملت له كده اللي هو يعني بالمثال المصري كده بدلة تبقى مصبوطة عليك ولا الجلبية ولا الفستان ولا وتبر عشان تبقى مصبوطة عليك يجب التارزي ياخد باله من كل التفاصيل انت لازم برضو انت بتعمل system development ياخد بالك من كل التفاصيل المؤسسة دي عايزة ايه مش معايزة ايه المعلومة دي لازمة لازمة لان اي حاجة هتحطها وهتخلي الناس تستراجل ويبتملاها انت كده عطلت الناس على الفوض لأ حط الحاجات الليها فايدة وليها قيمة عشان نقدر نطلع بها value في الاخر لان تاني انا في الاخر عايزة اطلع بالكلام ده value الا لو انا هضيع بوقتي وضيع الناس اللي معايا لا انا ما اش ينفى اللوجز يا جماحة خطرة جدا هديك مثال انا عندي فورمة للvariation order على سبيل المثال ليس الحصر عندي فورمة للvariation order طيب لو قلتلك روح يا باش مهندس ولا وظيفتك يعني روحت لي الvariations اللي حصلت في المشروع تروح تجيب لي بقى خمس ستة ملفات فيهم مثلا متين ونقعد لا طبعا مال ايه لا بتجيب لي اللوج بقى ده عبارة عن ايه عبارة عن زي كده باختصار كده ملخص لكل الvariations لو انا طبعا بتكلم على الvariations طبعا فيه الاش وفيه كل حاجة لها تمام فاللوج ده بيبقى عبارة عن ملخص ل الائتم اللي انت عاملها تمام فبتبقى بسرعة جدا في شايف كل الvariations اللي حصلت في المشروع وكم 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 ومش فمعلومات في ثواني بتطلحها من اللوجز طبعا تعمل لها بقى الترation طبعا تتابع عليها لكن ما يقدرش تتابع على الفومز واحد يقول لك طب ايه الفايدة ما هي موجودة المعلومات في الفومز ما تقدرش تعمل follow up على الفومز لازم يكون عندك اللوجز اللوجز لها فايدة والفورمز لها فايدة فالاتنين موجودين طبعا عشان كده يا جماعة الوتوميشن بقى بيفرق الوتوميشن بيرياحك او في الكلام ده يعني الوتوميشن مش هتعمل لوجز وتعمل فومز والوتوميشن لو معمول صح هو اللي بيطلع لك اللوجز أوتوماتيكا لان اللوجز مش معلومات جديدة ده معلومات متاخدة من الفومز بتاعت تمام فأتمنى تكون وصلة اللوجز طبعا ان شاء الله في اخر المحاضرة الاسئلة لو حد يا جماعة شايف ان في حتة انا ما شرحتهاش بشكل مظبوط يسألني فيها بس انا عايز ابقى في الوسط يعني ولا يعني انزل قوي فبعض الناس تميل ولا اعلى قوي وبعض الناس ما تبقاش عايزة فانا بحاول ابقى في النص فانعارف ان بعضكم ممكن يبقى عنده شوية نولج على انا بقوله فمعليش يستحمل شوية وبعضكم ممكن يحس ان هو الموضوع فممكن يستحمل بقى ويسألني ان شاء الله اشرح حلوق بس انا عايزة ابقى في النص شوية على الدماغ طيب اللي انا بطلعها تاني وانا بعمل التقارير لازم كل الشغل بتاعي عمل له تقارير وضحة فيها المحتوى اللي انا عايز اظهره للقلائنز عايزة طلع التقارير عايزة اعمل تقارير شكلها ايه تقارير الدايلي progress report والويكلي والmonthلي عايزة اعمل dashboard وان شاء الله بقى اكلمكم عن dashboard لان ده موضوع خطير جدا يعني من الحاجات اللي ظهرت مؤخرا مش مؤخرا يعني يعني بقى لقى سنين بس يعني الحاجات الحديثة اللي بتستخدم لازهار المعلومات للمانجمنت وبتدي يعني صورة حلوة جدا على المشاريع اللي بتخليك تأخذ قرارات بسرعة جدا من خلال one lock يعني متخش في المسلسيين فلازم تكون عامل templates لreports ده حضرها طلع طلع report تاتشك لها ايه واسمعها ايه وهطلعها امتى وهطلع كل ده في الreports طيب حلوة انا عملت كل الكلام ده عايز بقى اعرف هو الكلام ده جاب نتيجة ولا اعرف منين خلي بقى لك بقى الحتة الاخيرة دي كتير قوم بعملوهاش ودي ممكن تدمرلك الdevelopment والمجهود الكبير اللي انت عملت اللي هي بنسميها الـ KPI او الـ Key Performance Indicators الـ Key Performance Indicators اهي الـ Key Performance Indicators دي الـ Key Performance Indicators اللي هي بتقول للناس اللي شغالة بالـ Systems دي انتوا يا جماعة شغالين صح ولا شغالين غلط انتوا فعلا حققتوا اللي عليكو ولا محققتوش حاجة انتوا عملتوا ولا ما عملتوا انت شاطر ولا انت ناجح ولا فاشل مش بالكلام ومش بالحب ومش باللا لازم بن عن طريق الـ KPI يعني لما انا اكون عندي مشروع والمشروع ده اقول لك اشروع انت بتأخرين ليه تقول لي والله احنا ممتأخرين ونقعد نتخاني لا انت بتأخر انت مش تأخر يا فيش حاجة اسمها كده لو عندي KPI مش هنتخاني الخناعة دي في الفيديو المشهور بتاع اشعارف ده كان فيديو صح او غلط بتاع مبيض محارة ومهندس بيستلم منه اكيد كلكم تفرجتوا عليه ده كان عامل مش عارف كامل يوم مشاهدات فكان طول الفيديو باش مهندس اللي بتقل لا مش عجباني مش هستلم الحيطة مش عجباني لأخير المبيض محارة مزيك المهندس ممكن يكون تمثيلية طبعا بغض النظر الفيديو ده يبين عدم المهنية في الشغل حتى لو الفيديو حقيقي فيش يعني المشكلة فيني فيش مهنية خالص فيش حاجة اسمها ان الشغل مش عاجبني مش حاجة ما فيش مهندس بيقول كده فيش حد professional بيقول كده لأنا عندي KPI عندي key performance indicators عندي earned value analysis عندي earned بتاعي بيقول كده انت ال progress بتاعك بيقول كده فعندي KPI هي دي اللي بتقول انا وحش ولا حلو تقول احنا بنقصب ولا بنخسر وهي دي اللي بتقول مش انا ولا بمزاجي ولا انا شايفها كده ولا مش عاجب لا لا خالص فلازم تكون عندك KPI key performance indicators محددة يبقى جميل قوي لو انت طلعت بس النهارده بالصفحة دي يا جماعة انت كده طلعت بيقولك وانا عارف ريبقولين يعني لو انت سلايد ديت كده طلعت من النهارده من المحاضرة ديت بيها وفاهمها ان شاء الله تكون طلعت بياليو كبيرة جدا بأمان طيب تعالى بأي شرحها اكتر الكلام ده هيتعمل ازاي عشان تعمل الكلام ده لازم تبني البروستس بتاعتك اللي هتعمل لها الديليفرابلز ديت يعني ايه يعني لازم تحدد في شغلك ايه هي العمليات اللي انت ناوي تعملها وتعمل تعمل لها procedures وتعمل لها process flow وتعمل لها forms وتعمل لها logs وتعمل لها reports وتعمل لها KPI ايه بقى الكلام الغريب ده واشنج بنعمل الكلام ده كله للمشروع اه بس مش بنعمل له مشروع كده يعني هلا بيال على بعض لا لازم اقسم المشروع بتاعي لمجموعة من العمليات لازم اقسم المشروع بتاعي لمجموعة من العمليات اللي بنسميها process والعمليات والعمليات ده ده اللي بقى لك العمليات ده اللي هي مجموعة الprocesses ده لازم تكون عارف ان هي هيتعمل لها لحد كبير برضو customization خلي بالك لان برضو يعني دي حتة عشان بشرح الناس PMP والPrince 2 عشان الناس دي بتتلخبطش خلي بالك البينبوك جايد اللي هو project management body of knowledge اللي هو فيه منهجية معتبرة جدا للمانجمنت ونرجع لها طبعا برضو مينفعش تاخده كده تقول انا هشتغل بكتاب البينبوك جايد ما كتاب البينبوك جايد ده في process لا مش هينفع كده لازم تاني لازم تبدأ تعمل tailoring لازم تعمل customization لازم تعرف انت هتعمل ايه من الكتب ديت عشان ما تجد تعمله وقت في البيزنس اللي هو اللي بقى ازاي تبقى practical مش هتبقى الكلام النظري ده مش هينفع ما بيشتغلش حاش بيعاف يشتغل بيه واللي يقول لغير كده يبقى مش فهم حاجة لازم تعمله customization حلو هنعمل ايه بقى تعال نشوف البيمبوك طبعا ده مثال لازم نحط في اعتبارنا فانا جبت مثال البيمبوك كمسال كويس لفهم الجزء اللي انا عايز اشرحه اللي هو موضوع ال process البيمبوك مشكورا عمل حاجة جميلة جدا قالك انا هقسم العلوم اللي انا بعملها في البروجيكت العلوم اللي انا بعملها في البروجيكت لعشر علوم تمام ايه ده يعني ايه يعني انا دلوقتي عندي بروجيكت عندي مشروع عايز علم عايز لازم يكون عندي علم تمام زي مثلا انا عايز اطلع رحلة فعايز يبقى عندي مثلا لو انا سوق عربية بعيندي علم السواء اعرف سوق عربية ما انت لو جيت تجيت سوق عربية ما لقيتش عشر علوم محتاجهم عشان تدير اي مشروعة حلو العشر علوم دول ينفعوا لأي نوع من انواع المشاريع او معظم انواع المشاريع المصطلح الصح اللي هم عدلوه في البينبوكس الحديثة ان هم قالوا ايه قالوا ان هم عشر علوم ينفع نستخدمهم في معظم المشاريع حلو لو انت شغال في الـ تمام هتلاقي العلوم دي مناسبة جدا لو شغال في الـ مناسبة جدا بس محتاج محتاج مجموعة علوم تانية واحد يقول لك يا عم انت هتعدل على البينبوكس لا هم نفسهم اللي هم نفس الجماعة هم اللي اي اللي انا بقول لك ان الـ PMI عمل عمل كتاب لل ملحق يعني وحط في العلوم اللي انا بقول لك عليها دي حط في الـ الـ مش موجودة في المجموعة اللي انا هقولها دلوقتي دي احنا يعني مغطيين الفكرة كلها كفكرة انا اللي عايز اوصلك يا جماعة في الاربع محاضات الصغيرين ان شاء الله دول الفكرة ولو خدت الفكرة هتنطلق هتنطلق جدا ان شاء الله طيب ايه بقى العلوم اللي قالها البينبو جايد قالك في علم اسمه علم الاسكوب مانجمين علم الاسكوب مانجمين انا عايز ادير مشروع طب ادير مشروع ازاي وانا ما عنديش فكرة هو الاسكوب ده بيتكون ازاي وبيتركب ازاي وبيتحط ازاي لو انا يعني ما عنديش كل تفاصيله ويتعمله كنترول ازاي ويش عايز لازم نعمل علم اسمه علم الاسكوب مانجمين طيب ايه تاني قالك عندي علم اسمه علم الاسكاجول انا ادوقتي هدير مشروع وعندي وقت زي ما شرحت لكم مرة طب انا الوقت ده هدير ازاي لازم اعرف ازاي يكون بابني برنامج زمني وازاي ان شاء الله ممكن انتكلم فيها لو احنا هنتكلم على الكورس المنهجية الكاملة ف ازاي لما يحصل تأخير احلل التأخير ازاي اعمل 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 كل الكلام ده علم 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 لأصول فالعلم ده تسميه علم الاسكاجول منجمين طيب الكوست عندي مشروع لميزانية طب ازاي الميزانية بتتعامل مش عارب يبقى انت كده ما عندك العلم ده طب لازم تعرف الميزانية ازاي بتتعمل طب الميزانية بتتعمل عن طريق حاجة اسمها التسعير الكوست استيميشن طب بتعرف تعمل تسعير لا طب انت عايز علم اسمه علم التسعير علم الكوست استيميشن وبعد العلم البوجيتين طب انا عملت ميزانية اعمل لها كونترول ازاي يبقى في علم اسمه كوست كونترول فكل دي محتاج ده تعمله جوه العلم اللي اسمه علم الكوست مانجمين طيب كواليتي كواليتي كونترول كواليتي assurance كواليتي plan كواليتي manual حاجات دي كلها عايز عملها طب انا محتاج علم يقول يعني ايه quality يعني total quality management يعني يعني اصول علم الكواليتي ويعني ايه الجيت ويعني كل الحاجات دي انا محتاج اعرفها فاذا انا محتاج علم اسمه علم الكوالي management resources انا عندي موارد عندي manpower عندي materials عندي machinery عندي الموارد دي عايزة حد ينصقها وعند يزبطها وحد يقول انا محتاج كم بكرة وحد يقول انا مش هيجي مثلا من بكرة اقول يالله يا جماعة بقى احنا عايزين 5000 متر مسطح اسراميك اتبوهم لك منين دول عايزين عشرة مش عارف كم طن مش عارف ايه لا لازم اكون مرتب للكلام ده من قبل وعارف هيجي منين وعارف هيجي امتى في حاجات اصلا لو انا قررت النهار ده انها تيجي عايزة 8-9 شهور زي اللي بنسميها long lead items في المشاريع الكبيرة long lead items long lead items دي احيانا في بعض المشاريع بتقعد سنة يوم من يحتاج يا نهار ربي هتقعد سنة بقى تستنى لأ فلازم من اول المشروع اكون محدد الريسورس انها سواء معدات وسواء عمالة وهجيبهم امتى وهيشتغل وقدي ايه ومين العلم علم كبير جدا اسمه علم الريسورس منجم نجي بعد كده علم الكميونيكيشن علم الكميونيكيشن احنا لدلوقتي بنستخدم زوم طب ليه ما نستخدمش زوه ولا نستخدم الموبايل اكيد كل تول او تكنيك او ميزة وليها عيب فلو انت مش فاهم الكلام ده ممكن تستخدم الكميونيكيشن غلط هتديك مثال صغير ويقولك يا عم ازاي لا ده في امثلة كترة جدا الكميونيكيشن دي يعني كارثية كارثية يعني مثلا مدير مثلا عايز يقول التيم بتاعه حاجة ممكن رح جابهم ميتين ساعتين ويقول لهم الحاجة دي دي كارثة ايه ده يا عم حلو لا خالص انت عارف يعني ايه جيب الميتين الناس بتوعك ساعتين يعني اضرب لو عندك مثلا عشرين موظف العشرين دول في ساعتين يعني اربعين ساعة عمل اضرب في اكس بقى ما عافش انت ساعة العمل عندك عشان بلاد مختلفة اضرب في ساعة العمل عندك البروفيشنال دي لان عندك الراجل ده ضيع الفات في الكام ساعة لو كان بعت ايميل مثلا لو الحاجة مش محتاجة ان انت يعمل يتحقق في الميتين لأ كان مفروض يبعت الكلام ده عن طريق الإيميل يبقى اذا الكميونيكيشن تكنيكس وفهم الكميونيكيشن علم مهم جدا لما تعرفه هتبدأ يحصل امبروف منت كبير جدا للشغل اللي بيحصل عن الريبورتات انت بحتاج فعلا الريبورتات دي كلها ولا تضيع وقت تضيع وقت طب ليه بتعملها يبقى في حاجة غلط عندك انا كتير جدا بسمع من الناس ان هم بيقولولي احنا عندنا كمية بورتات ملاش اولا حد بيفتحها تعرف على طول ان فيه كارثة يعني اين فيه مشكلة وخلل في الكميونيكيشن اللي بيحصل في المشروع طيب نيجي بعد كده للعلم اللي انا بحبه جدا وبيحترمه جدا انه علم ريسك مانيجمنت علم ريسك مانيجمنت ده انا دلوقتي بشتغل في مشروع المشروع ده نتائج وهتظهر في المستقبل طيب جميل المستقبل لا يعلم ولا الله المستقبل مليء بالمخاطر او خلينا نقولها مليء بال النون طيب حلو قوي الانسر تنيتز دي تعمل يا عم لما تحصل يبقى حلاء البحلال يبقى كارسة يبقى تلاقي نفسك بتروح في كوارث ولا عمي ليه يعني قالك لأ احنا ممكن نعمل علم اسمه علم ريسك مانيجمنت هنبدأ باسلوب يعني سمارت نتنبأ بالله يحصل ده بطريقة علمية طبعا وبالتالي نقدر لو تنبأنا بي نعمله ما يسمى بالميتيجيشن بالميتيجيشن يعني زي مثلا ما اقولك ايه انا رايح مشوار تمام طب احسن ان انت تسيبني انزل روح المشوار ولا انت لما تكون عارف ان انا هقابل في الطريق ده حاجة زحمة هتقفل لي الطريق وتعمل لي عطلة طبعا لو قلت لي احسن ليه لانما تقول لي هقوم طريق تاني هو ده نفس الكلام اللي بيحصل للناس اللي عارف ريسك مانيجمنت واللي مش عارف ريسك مانيجمنت اللي مش عارف ريسك مانيجمنت هتلاقيه دايما بيستك في الطريق الزحمة قاعد طول النهار والليل وحياته كلها ضائعة في الزحمة لكن الراحي اللي فاهم ريسك مانيجمنت لا دايما تلاقيه ايه واخد الطرق السالكة دي بقى مش حظ بقى بقى الموضوع في علم اسمه علم طبعا ده مثال بسيط جدا في امثلة بقى معقدة جدا ان شاء الله او جيه توقيت هوريكو امثلة قطيرة جدا على موضوع ريسك مانيجمنت طيب انا بعد شوية اقول لك قصة جميلة جدا على كم يعني هتربط لكو او هتعمل لكو درايفر لمجموعة من العلوم اللي احنا بنحكيها بشكل قوي جدا ان شاء الله طيب دي كده علم ريسك مانيجمنت طبعا اي مشروع في عقود وفي وفي مشتريات فانا عايز علم يدير التعقدات دي ويقول لي انا نوع من انواع العقود دي افضل نوع عقد هل عقد لمصم هل عقد الكوست بلاس هل اعمل عقد يونيت برايس هل العقد يكتب في ايه هل عقد ده ايه البروستات التعاقد مرحلة التندرينج بتتعامل فيها ايه مرحلة الفلوتينج وهكذا علم علم نولوج لازم تعرفها يعني ايه يعني ايه ويعني ايه كل كلام ده علم اسمه علم البروكورمنت مانجبنت ولازم تكون عندك العلم ده الستيكهولدرز مانجبنت الستيكهولدرز اللي هم المعنيين يعني ايه المعنيين انا ابدأ بس اروح لسلايد كده وبعدين ارجع المعنيين هم اي حد ليه علاقة مباشرة او غير مباشرة وبيتأثر بنتاج المشروع سواء ايجابي ولا سلبي ده بنسميه تاني بص التعريف اي حد بيتأثر بنتاج المشروع اي حد في المشروع سواء حتى التأثير ده ايجابي او سلبي هنسميه تاني يعني اي حد تاني انا مندي مشروع المقاول 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 الشارع المقاول البنك اللي بيدي كارد اللي مش عارف مين ستيكولدر الجاري اللي هو بابني جنبه وممكن اخش على الحدود بتاعته وعدين اتخاني انا هو على الحدود وعلى ده ستيكولدر الموظفين ستيكولدر وكذا يبقى انت عندك ما تسمع او تقرأ كلمة ستيكولدر في المانيجبنت يعني المعنيين المعنيين بالمشروع تمام زي ما قلنا الممول بتاع المشروع project manager team project management team وابقى شرح لكم ان شاء الله الفرق بين كلمة project team project management team project manager يعني ممكن تبقى عند بعضنا تلغبطوا لكنهم فيهم فرق واضح جدا ولازم يكون واضح جدا عندك لان يعني بالذات الناس اللي بتدرس الموضوع بشكل اكاديمي لازم الكلام ده يكون شوية واضح فرق بين project team project management team والproject manager وعندك customers users sellers business partners functional managers operations management كل ده اللي موجود قدامكم في الدوائر كل دول يعتبروا ايه stakeholders طيب ده بقى علم لو رجعنا تاني للجدول بتاع ال-pembo guide هو حطوا كعلم اسمه علم ال-stakeholder management في حقيقة علمه مهم جدا علم مهم جدا انت عندك بعض مثلا دول الخليج واعتقد يعني مصر بدأت تخش في فكرة ان بقى في stakeholder impact كبير جدا على المشاريع هديك مثال مثلا ما تيجي تقول مثلا انا عندي project وعايز اعمل authority approvals مثلا المصطلح ده يمكن عند بعض الناس مش معروف قوي authority approvals ان انا مثلا اجيب approval من الدفاع المدني عشان اطلع رخصة مثلا على سبيل المثال يعني او عشان اسلم المبنى واخد الترخيص بتاع occupation ان انا ابدأ اسكن في المبنى مثلا فعايز تروح تاخد حتى في مصر دلوقت في المدن الجديدة بدأوا يعملوا موضوع الدفاع المدني ده فالدفاع المدني ده stakeholder فلو انت مش فاهم يعني stakeholder management ممكن بتعرفش تسلم مشروعك ممكن تستراجل وتعطى لوقتي كبير جدا ومش عايز اقول لك ان نجاح بعض project managers في الخليج بالذات بيبقى مرتبط بفهمهم لمعنى stakeholder management وازاي لان هو يبقى دوره تقريبا لو انت client project manager هتبقى همك الشاغ اللي انت اروح تجيب الاثول عشان تبدأ تاخد ترخيص وتسلم المبنى وتبدأ وتبدأ وتسلم المبنى وتشغل او تبيع فعلم stakeholder management علم علوم المحترمة جدا والعلوم اللي فيها فعلا شغل يعني مش كلام كان زمان بدأت كتشوية مش لا دلوقت تطورت جدا جدا وبقى علم فعلا محترم تقدر تقرأ في كتب يعني انا قاري في حوالي يعني كتاب شوية كده في الموضوع يعني كتاب وفيه كتاب تاني لسه ما تم بقى فعلم فعلا علم محترم وعلم فيه value وعلم فيه knowledge ممكن فعلا تتعلم تمام طيب وحتى تقول لك عمد كده كفاء وفيه تاني ايه غير كده لا فيه knowledge تانية مثلا في construction ما ذكرهاش ال bin book guide زي مثلا safety طبعا الناس اللي شغالين اعتقد ان مغزم كو يبقى في construction الحضور يعني ال audience اللي بيسمعوني مغزم هم شغال تقريبا في construction زي ما قال لي يعني فال construction عندنا knowledge area مهم جدا اسمها safety management من طبعا safety first ده ده على رأس كل الكلام ده طيب فين دي ده معلم اه علم ده علم مهم جدا وعلم بيحترم جدا وعلم لي اصول وعلم لي process وعلم لي يعني كل الاحترام بتاع طفين هو ما محطوش ال bin book guide هنا لانه related بس construction وبعض انواع ال business المعينة وبالتالي محطوش في انت كده خدت فكرة يعني knowledge areas يعني knowledge areas تمام طيب حلو طيب احنا كده عرفنا انا محتاج عشان انا بقى راجل professional manager محتاج علم او علوم وعرفنا ايه هي ممكن تكون العلوم دي طيب حلو تعال بقى تتكلم على انت محتاج ايه تاني عشان تكمل system development منت بتاعك هتحتاج بقى ما يسمى ب project management life cycle حد سألني المرة اللي فاتت والتول ان شاء الله مرة جاء اشرحها اللي هي life cycle تعال بقى نتكلم على فكرة life cycle life cycle ده جماعة حتة مهمة جدا وعايز اشرح لكم برضو دي مش واضحة ولا في pin book ولا حتى في prince 2 ولا حتى يقول لك دي اسمها life cycle لكن مش هيقول لك ليه سموها cycle ما cycle يعني دايرة ليه دايرة انا اشرح لكم بقى يعني ايه cycle وليه هي دايرة تعال نشوف اول حاجة نعرفها ان في عندنا حاجة اسمها project management life cycle وعند حاجة اسمها project life cycle واحد يقول لك اذا انا عدت الكلمة لا انا سمعتهمش مرتين انا بس قلت project management بس كده project management life cycle وقلت الجملة التانية من غير كلمة management قلت project life cycle الفرق اه فرق كبير جدا ايه بقى هو تعال نشوف لما اقول لك project management life cycle يبقى اقصد بيها المراحل بتاعة المانج اللي هي هتتطبق على اي مشروع عندي يعني اي مشروع عندي بيمر بمجموعة من المراحل ايا كان المشروع المراحل ديت كما ذكرت في البنبو guide سماها initiation planning execution monitoring and controlling will close out يبقى البنبو guide حط خمس مراحل initiation planning execution controlling and close out في واحد زمان كده صراحة ده الأب الروحي العلم management في العالم الأب الروحي العلم quality كمان اسمه dimming dimming من سنين طويلة قالك ان اي اي life cycle هم اربع حروف وسماهم ال pdca ال pdca plan do check act plan do check act صراحة بقى اقرأ بعض الكتب زي ما انت عايز ومنهجيات زي ما انت عايز هتلاقي الراجل ده بصراحة فعلا قبل الكلام ده كل هو كل prince 2 وال pin book guide وال ISO كل الكتب اللي عملت منهجيات كلها بتدور حوالين الاربع حروف دول بصراحة اللي هما plan do check act تمام plan اللي هو خطة يبقى انت لازم تمر بمرحلة التخطيط مرحلة وضع الخطط دي هي planning وبعد كده نفس do لازم تخطط اللي انت لازم تنفذ اللي انت خططته تمام طيب بعد ما نفذ ده انا خططته اكتشف ان انا كنت بعمل حاجة غلط يعني انا خططت ان انا رايح من محافظة لمحافظة تمام ابدأ بقى نايم على نفسي وانا بعمل do لغاية ما لقى نفسي في محافظة تانية ولا نفسي في بلد تانية لا طبعا يبقى انت لازم تعمل monitoring and controlling لازم تعمل عملية مرقبة اللي بيحصل عشان ما تلاقيش نفسك في حتة غلط واحد يقولك يا عمم انا لو غلطان هغلط هغلط هقولك صح بس لما تغلط وتلحق نفسك في الاول غير لما تلحق نفسك بعد فوات الاوات في مثلا الانجليزي بيقولك ايه بيقولك مهم جدا ان انت the train lift the station the train lift the station القطار غادر المحطة ان انت طول ما انت بترتب على ان انت توصل في الوقت الصح انت كده خططت صح ونفست صح لكن لو انت خططت صح خططت صح كويس جدا وجيت اكتشفت ان انت بعد ما رحت المحطة وشت كنت شاريتها سكرة كنت عارف هتركب قطر رقم كام والساعة كام وعلى اي رصيف وزي العسل ونفست كمان يا عم بس نفست وروحت غلط بس تمام فكان فيه غلطة صغيرة في التنفيذ وهي ان انت مخدتش بالك من التوقيت فكله باص فانا عايز قبل ما القطار يغادر المحطة طول ما القطار ما يغادرش المحطة انا ممكن نوجة حلوط خد لك بقى تاكس بدلا ما كنت ناوي تروح في الأوتوبيس هتروح بتاكس بدلا ما كنت ناوي تروح بتاكس هتاخد بقى عربيتك وتبقى تخلي اخوك يروح يجبها من الباركينج بتاع المطار فإذا طول ما القطار لم يغادر المحطة ولا القط الطيارة ما سبيتش المطار انت عندك ايه اعتمار كل شوية بيضعف استخلي بالك كل شوية تضعف وكل شوية تكلفة تصليحه بتزيد تحط الكلمتين دول زي ما بقولوا كده حلقة في ادنك ده برضو من الناس اللي هتبدأ تعرفوا لما نيجي نشوف الامبلمينتيشن خطيرة جدا ان انت اه ممكن نصلح اه وبنلحق القطر قبل ما لكن انا عايز الاول تجبني قبل ما القطر يغادر المحطة دي اول حاجة اتأخرت كل ما انا هرجعك بس هرجعك غالية قوي تكلفة رجوعك هتبقى غالية قوي خلي بالك عشان برضو ما حدش يقول ايه طب ما انا اركم بقى ما هي طالما في حل طالما للقطر لا طول ما انت بتتأخر طول ما تكلفة الرجوع هتبقى غالية اما لو طلع القطر ما فيش بقى ولا غالية ولا رخيص كله باص طيب وده بقى اللي انت هتشوف ان عكاساته بقى فيين في موضوع الكليمز وموضوع الاكستنشن وطايم وموضوع النيجوشييشن وحاجات كتيرة جدا اللي بتخرب المشاريع لعدم فهم البروجيكت مانيجرز ازاي بتدار المشاريع بطريقة احترافية وبياخدوا العلم على محمل الهزار والتهريك والاي كلام لا العلم بيفرق معك جدا فيه الكوست وفيه منهجية التعامل مع الازمات طيب يبقى دي معنى كلمة المونيترين and control يبقى انا لو عايز اللخص كلمة المونيترين and control في جملة هقول جملة كده ذهبية هقول ايه هقول المونيترين and control is to take the right action in the right time لو الاتنين ما تحققوش ارمي كله في الزبالة تاني to take the right action in the right time يعني عايز action مناسب في الوقت المناسب خدت action مناسب في وقت غلط ما بتعملش control خدت action غلط في وقت مناسب ما بتعملش control يبقى لازم تاخد action مناسب في وقت مناسب كده انت ايه بت control كده انت ركب الحصان وسايقه مش هو اللي بيجري بيج وهيوقعك بعد شوية طيب وبعدين بيجي في الآخر the closure the close out تمام طيب دلوقتي عايز بقى اشوف انا ما جعمل عشان ما طلعكش من الموضوع احنا كنا بنعمل methodology development وانا روحت فين دلوقتي لسه لسه في العنوان اللي اسمه methodology development لو تفتكر وكت بدأت اقولك يعني ايه المخرجات بتاعتي في methodology development قلتلك الprocedures والprocess flow والforms والlogs والribours والkppr طيب ما الايه بقى لانا كنت بتكلم فيه دلوقتي انا هعمل الكلام دل ايه بقى هي ده اللي انا عايز اشتاحه دلوقتي الحاجات اللي قدامكو دي يا جماعة الحاجات اللي قدامكو دي انا عايز اخرجها عايز اخرجها للprocesses طب هي فين الprocesses دي انا فرحة مش كتبهم هنا الbinbook guide حط 49 processes حط 49 عملية وال49 عملية دول هو اللي حط عليه حط لهم ال الprocedures والprocess flow والforms والlogs والribours والkpi تمام لكن انا بصراحة لما باجي اعمل system لشركة لما باجي اعمل system management لشركات ف بصراحة ما باستخدمش 49 processes بتوعة بتاعة الbinbook guide بل بعمل هي هقول لكم بقى انا بقول لك بقى كورس ده انا بحاول اديك عمليا بنعمل ايه ف اول حاجة عايزك تعرفها ان انت هتبدأ تكاستمايز بتاعتك بحيث ان هي ما تبقاش كتير او عمليا يعني عمليا ما تاخدش ال 49 process بتاعة بمي وتحطهم 49 process طبعا مش 49 بس لو خدت الادندم كمان والسافتي والحاجات دي هيتلاعوا كتير هيتلاعوا اكتر يعني طريبا هيوصلوا حوالي 60 عملية فال60 عملية اللي الbinbook guide بيعملهم لا انا بحيب اختصرهم اقل من كده تمام ايه ما صح وغلط يعني ما اش هقول لك مثلا عدد كام وده يبقى الصح لا انا احاول اختصرهم وانا للشركات طيب ايه هي بقى ال 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 يعني مثلا الbinbook guide حط مثلا في سبيل مثال يعني ديكم مثال حط في ال مسلا حط عملية بروسس اسمها وحط مثلا بروسس اسمها وحط اسمها وحط اسمها وحط اسمها وحط اسمها وحط يعني يعني فالbinbook guide حط بروس كتيرا جدا ل ال انا بصراحة في كل ال 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 اللي انا عملته للشركات عمري ما عملت كده انا عملت بعمل ايا بروسس واحدة اسمها اسمها وحط فيها كل اللي هو ال ال معنى كده ال معنى ده غلط طبعا ده هم المعلمين كلهم وده مجود سنين كبيرة جدا يعني بس اللي هو البنبو guide فصل الموضوع عشان يبقى يعني مستساغ ك methodology اكاديمية محطوطة في كتاب مترتبة لان schedule management هي حاجة تقيلة قوي ده سيمة قوي فهو ما يعرفش حطها في process كتاب يعني لكن تطبيقيا بنقدر وبالتالي انا بحط schedule management كلها ده one process مثلا بعمل process schedule management تمام وهكزا هتلاقي بقى عندي بصلا التسعير رغم من تسعير البنبو guide حطه ثلاثة انا برضو بعمل التسعير ثلاثة لان فعلا انا محتاج للتسعير ثلاث حاجات ثلاث process زي البنبو guide ما بقدرش عملهم حاجة واحدة يعني في التسعير البنبو guide حط في cost management في عندنا cost estimation التسعير فالتسعير دايما او يفضل يبقى فعلا process لوحدة او ما ينفعش يبقى process متجمع على الحاجة تانية فالتسعير لازم يبقى الواحدة فcost estimation او التسعير ده بيبقى one process الميزانية البودجت برضو ما ينفعش تتجمع على الحاجة تانية فالcost budgeting بتبقى عملية والcost control عملية ممكن تحط البودجت والcontrol مع بعض يعني تمشي لكن يعني ممكن تخليه منتصلية quality نفس الكلام quality control دايما بنعملها في عملية اما quality assurance او quality implementation او quality development بتبقى عملية تانية process تانية وهكذا انا بس بحاول دايما زي ما تركو جماعة بحاول افتح لك الموضوع بطريقة تفتيح مش هتلاقيه في حتة عشان هو ده اللي نعايز بدولك كvalue بعد كده الحاجات التانية ممكن تقرأها بقى وتكمل خلاص انت هتبقى خدت الميز اللي تنطلق منها تمام يبقى كده ايه احنا نرجع تاني يبقى عندنا وانا ببني وانا ببني المنهجية عشان برضو الوقع او اللي سرح انا ببني منهجية لمؤسسة المنهجية دي بعد ما عملت preparation وعرفت المؤسسة دي عايزة ايه وعملت ال as is و to be وعشان اعتقد كده انتم ايه ماشيين معايا معقول هنمسك بقى العملية ديت ونبدأ نطلع لها الكلام ده اخد بقى مثال الوقت يتلاقي الموضع ما شاء الله بتفتح بقى اعتقد يعني انا بقى دايما حطت نفسي مكانكم وبحاول اشوف الكلام اللي انا بقوله ويبدأ يركب مع بعض ويبدأ نتيجة او لا فهتلاقي الكلام بدأ ده يوضح حتى يبقى ايه ناخد مثال نقول مثلا بروسس زي بروسس مثلا السيفتي انا عايز اعمل شغل سيفتي محترم في شركتي اقول لك جميل قوي يبقى اول حاجة عايزك تعمل بروسيدورز عايزك تكتب انت هتعمل ايه في السيفتي تمام البروسيدورز يا جماعة لو انت مش هتعملها زي ما اتفقنا الايزو بيقول لك ممكن ما تعملش البروسيدور بس خلي بالك لو مش هتعمل البروسيدورز لازم تحل محلاها حاجة مهمة جدا عايزك تبقى لكو برضو عشان ما تتنسوهاش ان شاء الله بقى اعدل البروسيدورز لو اتشل البروسيدورز انا موافق وانيبقى ماشيين مع الايزو جديد لكن لازم تحط حتة مش هتبدأ تتحل في الحاجات البقية اللي هي ايه بقى اللي هي بنسميها الر and the arts rules and responsibilities تبقى موجودة في البروسيدورز تمام وفيه ناس تقول لك لا هي البروسيدورز فيها كل الكلام ده جميل انت مش مهم يا جماعة الترتيب والتنظيق دي بقى حاجة يعني مفيش مشكلة يعني واحد دوسر يقول لك لا ما هي البروسيدورز جواها كل الكلام جواها البروسيس دياجرام وجواها الفورمز وجواها اللوكز خلاص يعان لو انت عندك الحاجات الموجودة يبقى انت بتعمل انا بقول عليه انا يعني ما بقولكش اقسمهم او جمحهم دي حتة فقا فنية بتاعتك انا بحاول اقول لك ايه المفردات اللي لازم اطلع بيها عشان اقول انا بعمل system development طمام فانا هاجي تاني عندي safety فلازم اعمل procedures لل safety عايز اعمل process flow لل safety انا هعمل safety induction امتى وكم واحدة يحضر وبعد ما بياخدوا safety induction بيه اللي بيحصل بديهم كرنيهات دخش بقى الموقع لو ما عندوش الكرنيدة بيعمل ايه process جاسب كل حاجة تبقى محلولة في process flow بتاعي تمام طيب الناس عشان تسجل مش عارف ايه عايز مثلا واحدة يخش على confined space فيه فورمة بيملاها اه طبين الفورمة تشكلها ايه لازم تعملها طبعا فيه confined space اللي هي اماكن المغلقة زي خزان مية مثلا واحدة يخش ينظف خزان او يخش يلحم خزان مقفول ففي safety precautions عايزة تتاخد فهل فيها فورمة اه ليها فورمة شكلها عامل ازاي لازم تبنيها في system development بتاعي تمام وهكذا logs زي ما اتفقنا بقى عن ايه logs تلكم مجمع الكلام ده بقى ايه في جداول عشان سهولة الرجوع كام safety induction زي حصل مين اللي حضر مين اللي ما حضر كل الكلام ده لازم تجمع في logs لان كل واحد ليه فورمة هتبقى صعب جدا التعامل معها كاحصائية طيب الريبورتات الريبورت بتاع safety انا هبدأ الريبورت للمانيجمنت ايه يعني ايه LTI lost time incidents ويعني ايه LTI مش عارك بتسوي كام ويعني ايه العدد الساعات اللي اهدرت ويعني ايه ويعني ايه الحاجات بي كلها لازم تتحط في مجموعة في الريبورتات وتدي معنى لصحاب القرار لان خلي بالك برضو الريبورتات يا جماعة عشان برضو هي مش زي بعض الناس فاكرة ان هي تضيع وقت وشوية ارخب لها خالص الريبورتات دي معمولة يا جماعة لما ان شاء الله تبقى راجل بتاع بيقعدوك وان كان عنده بيزنس راجل بتاع صاحب بيزنس او راجل شير هولدر او راجل سي او او في مركز المركز دي الريبورتات دي بالنسبة لك هي النفس بتاع انت بتعافش تنفس من غيرها انا اعرف ازاي البزنس داعي ماشي كويس ولا ماشي غلط ولا بيزنس الحيطة ولا بيكسب ولا بيخسر لان احيانا المعلومات اللي هي اللي بتطلع العدية دي بتبقى غلط او مش غلط يعني لا يعني تديش الانديكيشن الصح فلازم يخش شوية محفزات في المعلومات عشان تدي متخذ القرارات اتجاه اللي هيبدأ ياخده او القرارات اللي الفرود ياخدها بسرعة تمام زي مثلا ان شاء الله مش رحلكو في الكوست management لو انت تريبورت الـ actual versus plan يا عمي 100 كنا مخططين كام وصرفنا كام والفرق كام حلو او لا ارمي الكلام ده كل ولا يديني اي معنى ما لإيه اللي يديك المعنى لازم تريبورت الكوست بما يسمى بالearned value لازم تريبورت الكوست بما يسمى accruals حاجات بقى ان شاء الله لو جيه وقت بقى اي عوجيه فرصة سواء في الحضرتين الجايين او في الكورس لو احنا هنعمل كورس كامل للـ management بس من غير المعلومات ديات ومن غير المحافزات دي الـ report ملوش اي قيمة ويرمي في الزبالة فإذا الحاجات دي كلها لازم تحطها في التقارير بتاعتك اللي انت هتبدأ تعملها والـ template والـ dashboard يظهر فيه ايه والإنديكيشن اللي أنا عايزة تظهر فيه واكذا وآخر حاجة بقى عندي الـ performance indicator زي ما اتفقنا أنا امتى اقول ان أنا safety مش عاجبني ما انا عاملك بقى زي الراجل اللي دخل على المبايد المحارة وقال له الشغل مش عاجبني والرجل قال له مش عاجبك ليه بش مهندس وحود وحطت له الادة على الحيطة صراحة فيديو جميل طيب أنا بقى مش عايزة تعمل كده مش عايزة تخش على الراجل تقول لك safety مش عاجبني الناس متعورين يا مش مهندس وما يفعلش كده الناس تتعور واناها مش عايزة اسمها كده لأ لازم يكون عندي مؤشرات بتقول أنا ماشي صح ولا غلط طيب المؤشرات دي بتجي منين واحد بقى يسأل سؤال الظريف ده خلي بالكوا يا جماعة الـ KPI بيخش في تكوينها حاجة مهمة جدا جدا benchmarking يعني أنا ماينفعش أحط معايير عشان أقول أنا نجحت معايير لا يمكن تحقيقها أو تحقيقها ممكن يحيد العاملين عليها عن الهدف وده بيحصل كتير جدا يعني كنت بدي مثال في محاضرة الـ Kuality ممكن أقول لكم دلوقتي ومناسبة الـ KPI وإزاي تحط الـ KPI إنت لما تيجي مثلا تركيب تكييف في البيت فواحد يقول لك أنا أحط أنا بس بدي مثال كده يعني مش هو يعني بس عشان نفهم بالقصة تقول أنا عايز تكييف شارب مش عارف كم حصان مش عارف لونه أبيض مش عارف إيه تقول آه هي دي بقى المعايير إلا أنا هستلم عليها التكييف والتكييف يكون بيسقع ودرجة السوقعية مش عارف كم زي ما وكل الكلام الجميل دا جي الراجل بتاع التكييف ركب التكييف جي تمسك الورقة بتاعتك لقيت كل الحاجات موجودة التكييف شارب مش عارف في اتنين حصان لونه أبيض شغاله مسقع هو جميل أوي بس لقيته على الحيطة متركب مائل تقول مش عجبني يا بشوانس نهفس بقى الكلام ونرجع بقى الكلام لا لازم يكون عندك بالكي بي آي محطوط كل المعايير بما فيهم أن أنا أركب التكييف عدل على الحيطة طب عدل دي برضو كلمة مائعة مش كلمة professional واحد يقول لك يا إما هو لا يعني عدل على الحيطة يعني مثلا يوازي السقف مثلا أو عمودي على الحيطة اللي جانبه بنسبة درجة تسعين درجة أقول لك آه كده بقى الكلام جميل أوي هيجي واحد بقى بعد ما خلص تقول لك يا عمه تمام تروح جايب ميزان الليزر بتاعك وانت بقى ما شاء الله جايب جايز الليزر من اليابان حديث جدا يقول لك لا درجة ميل التكييف 90.00001 لا يبقى انت مش الله طب انت فعلا محتاج ان انت تظبط درجة ميل التكييف أو زبط التكييف ب 90.0000 لا طبعا يعني انت عشان تعمل كده بقى عايز تجيب اجهزة عشان تظبط التكييف ده بتمنوا فلا مش هينفع فاللي بيحصل ايه ان انا بحط ال KPIs بتاعتي على ال penchmark ال penchmark يعلي ايه زي ما قول ايه هو الناس بتعمل ايه المؤسسات التانية بتعمل ايه الشركات بتعمل الاصول بتعمل ايه يعني في المثال بتاعنا ده عين الانسان بتشوف خطأ قدره قد ايه المعماريين عارفين الكلام ده المعماري يقول لك اه فيه نسبة خطأ العين بتشوفها خلاص انا عايز يبقى فيه نسبة خطأ في ال KPIs بتاعتي زي ما العين بتشوف لانها مش محتاجة اكتر من العين متشوفش لو فيه خطأ موجود في المهل بس فالمعايير دي والpenchmarking ده مهم جدا يعني منيجي نعمل بزات المشاريعات ضخمة لازم تجيب الpenchmarking وتبدأ تشتغل عليه عشي تطلع KPIs مزبوطة او حتى انا ما تيجي تعمل شركة انا مثلا ما تيجي تعمل KPIs لشركة مقاولات صغيرة ما تاخدش penchmarking من شركة مقاولات كبيرة ما تاخدش لو انت شغال في المقاولات ما تاخدش penchmarking من الويلاند جاس عندهم KPIs تانية خالص لنفس النقطة ليه لان المعايير مختلفة لان الابروتش مختلف لان النتائج اللي احنا عايزينها في الاخر مختلفة وبالتالي KPIs لازم تطلع مختلفة طيب اخر حاجة بس عشان نبقى قفلنا موضوع KPIs يا جماعة انا ماقدر شقيس اي حد لما يكون معايا KPIs فبينفعش تقفل اي بروسس وتعملها development بغير ما تحطي لها KPIs وإلا يبقى انت ما تدتنيش الاداء او الطول اللي اعرف اقيم بيها اداء الناس اللي عملت الشغل بعد ما يخلص في مرحلة فأي بي سي كده انا عايز لكل بروسس KPIs بتاعتها حلو كده يبقى جميل اوي لو احنا وصلنا النقطة دي يبقى جميل اوي ايه اللي نقطة ان انا عرفت تاني ارجع التاني بسرعة ان انا عشان ابني منهجية لازم احضر للمنهجية بالجاب analysis وبعد ما احضر للمنهجية ابدأ اعمل system development يعني ايه system development يعني انا امسك اقول البزنس بتاعي او شركتي ايه البروسس اللي بتستخدمها نعمل schedule manage نعمل cost manage نعمل quality management بنعمل construction management بنعمل risk management تشوف اللي انت عايز تحط البروسس ديت بالطريقة اللي انت عايزها وخلي باك تاني ما فيه صحة وغلط تاني وهمة جدا ما فيه الصحة وغلط انت بتحط البروسس على حسب ما انت عايز او حسب العميل عايز لو انت بتعمل الكلام ده لشركة يعني وانت طبعا بتديله الادفايز طبعا فيه طبعا يعني زي بيقوله كده اسرار او secret او thiccات لازاي تبني مجموعة البروسس افضل واحسن ودي مش هتبان بقى الا في ايه في لما تيجي تعمل ان شاء الله وتخش في الموضوع بشكل اقوى ممكن تبان لك بقى الحيطة المهم في الاخر بتكون خريطة اللي ساميها road map او خريطة الطريق بتاعة مجموعة العمليات اللي انت هتحتاجها وبعد كده تمسك والبروسس والفورم واللوج والريبور والكي تمام طيب بعد كده بنيجي بقى لموضوع السيستم امبليمنتيشن ايه هو موضوع السيستم امبليمنتيشن ده بقى طبعا كده اعتقد بنسبة كبيرة جدا اللي بيسمعوني دلوقتي عارفوا يعني ايه سيستم ديبلوبن سيستم امبليمنتيشن بقى ان انا هبدأ اطبق الكلام ده اطبق الكلام ده يعني انا مثلا لما اقول لك انا ايه انا عملتلك بروسس للسكاجول طب فين البرنامج الزمني مافيش ايه ده ماليتك بتعمل ايه انا عملتلك بس البروسس انا عملتلك السيستم انا عملتلك هتعمل الكلام ده ازاي انا عملتلك الطريقة وحطتلك انت هتستخدم اني سوفتوير كل الكلام ده انا عملتلك لكن ما عملتلكش سكاجول لسه لما عمل لك سكاديوال بقى ده اسمه System Implementation ان انا بقى هبدأ اطبق الايه السيستم هبني السيستم هاملة البيانات وهملة الفورم وهملة اللي هو بقى بتيجي في مرحلة الايه التشغيل للمشاريع طيب واخر حاجة تاني الـ Automation بقى ان احط الكلام بقى ده كله في بحيث تساعدني في عمل الكلام ده طيب حتة مهمة جدا تكيرا هكتبها مهم انا كـ Project Manager انا ادوري ايه في المشاريع اعمل System Development ولا System Implementation ولا System Automation طبعا السؤال ده لو حد سأله في غير محاضرة يعني يبقى حد سازق ومش فاهم حاجة تمام احنا بسأله في المحاضرة عشان احنا لسه بنحاول ان نفهم موضوع مع بعض لكن فيش سؤال كده سؤال ان اقولته ده اصلا سؤال غلط ده سؤال غلط ما لقى ايه هو السؤال الصح احنا عندنا انا Project Manager انا بروح لشرك بقولهم يا جماعة انتو طلبتوني احنا عايزين مني ايه وليد احنا عايزين نوظفك عشان انت هتبقى Project Manager ايوه يا جماعة Project Manager ايه بنبني مجموعة عمارات كده وعايزينك انت تمسكها يبقى الناس دي ات اوتوماتيك من غير ما يقولولي هم عايزين نعمل ايه ايوه انا سامح حد بيقول System Implementation يبقى الناس دول عايزين نجي اعمل لهم System Implementation تمام بص الحتة يبقى الناس عايزيني اعمل System Implementation عندهم مشروع وعايزيني اشغال الله يعمل سيني System Development ايوه جميل اوه بقى السؤال ده هنا بقى انا اسألهم بقى انا اللي اسألهم اقول لهم طب يا جماعة هل انتو عندوكم System Implementation في الشركة معظم الشركات طبعا لأسف يعني اقول لك يا عم احنا عندناش حاجة انت تيه كده طرزان تعمل لا هنا بقى يبدأ يظهر احتياجنا للايه لل System Development طب هل انا بقى ك Project Manager جاي ادير مشروع وعمل له System Implementation طب ما ما فيش System اروح اعمل لهم Development الاول طبعا فيش حاجة اسمها كده برضو يا جماعة او حد قالك بيعمل كده برضو مش فاهم معناش ولا عمره طبق الكلام ده في حياته يعني فيش حاجة اسمها كده يعني انا مستحيل مستحيل هروح مشروع واعمل للمشروع او واعمل للشركة System Development بقاش على مستوى المشروع يا جماعة بقاش على مستوى المؤسسة فمستحيل اروح شركة عشان ادير مشروع اروح اعمل لهم System Development وبعدين اعمل له وفيش حاجة اسمها كده وانا ما عنديش وقت وما قال اعمل ايه قال لك يبقى اول حاجة الشركة تعمل development وانا هعمل implementation اما هدور المشروع بقى زي ما يقولوا كده بلدي واحد اقول لك يا عم يا بلدي ايه انت سيبك يا عم هما ما عندهمش تبلوم انت عندك فيش حاجة اسمها كده برضو يا جماعة وبردو ماهو ده اللي مبوز الموضوع ومخلي الموضوع كتير من الناس حتى على مستوى الناس مش هذكر اسماء ومن ناس من التقال او في المجال انا بسمع الفترة اللي فاتت سيمينارز اختيرة جدا لأسماء تقيلة مش عايز اذكرها طبعا لان كل احترام لهم بس الناس فعلا عندهم مشكلة كبيرة جدا ومن ملغبطين الدين ببعضها ال system development دي شغلانة يعني لو انا روح اعمل system development انا مش هعمل حاجة تانية ولا حد ولا انا ولا غيري يعني يعرف يعمل حاجة تانية لو هو بيعمل دي شغلانة اقعد اعمل يعني في بعض الشركات بدون ذكر اسماء اقعدنا سنتين وثلاثة نبني development ما في اقوم ليش دعوه انا بقى بimplementation ولا اقوم ليش دعوه انا بقى اعمل development pass لشركة لمؤسسة فدي شغلانة دي هتبقى انت project manager جاي تعمل بس system development تمام ولما يبقى في system development ان شاء الله بقى اي حد يجي من project managers المحترمين هيبدأ يعمل implementation للsystem ده المشاريع اللي هو هيديرها واحد يقول لك لا يا عم انا راجل معلم انا راجل bmp certified ومش عارف ايه certified وانا هروح شركة خربانة تولع انا هخش implementation وهنا ما فيش حاجة اسماء كده تاني مش حاجة اسماء كده يعني مش هتقدر انت مش تقدر ليه لان الا بقى لو مشروع صغير اول حاجة كلام فاضي انا مكلمش على كده الكلام مشروع محترم ومشروع محترم عندكش وقت انت كبروجيكت مانجر ما عندكش وقت انهائي بكده لتعمل لا يبقى انت هيبقى السيستم موجود وتعمله اما تشتغل بقى بالطريقة البلدي اما ايه والطريقة البلدي ان الناس عندها ايه قصة ولازق هم الشركات برضو بقاش جماعة بدأ مزيرو بقى عندها شوية حاجات يعني فالشركة بقى عندها شوية حاجات فبتشتغل بيها وبتحاول ترتبها وتنظامها على قد ما تقدر بس بتستراجل عشان كده في المشاريع الكبيرة لما بيكونش وراهم سيستم ديفولوبمين او سيستم ديفولوب بيخدمهم بيتعبوا بيتعبوا جدا وبينجحوا المشريع بصعوبة ونجاحهم بيبقى معطا يعني النجاح اللي حققوا ده كان ممكن يحقق قدوا مرتين ثلاثة لو كان بيشتغل على حاجة متحضراته صحة يعني مش غلطته مش عيب خالص صراحة يعني الرجل مش عيب ورجل عمل كل يقدر عليه في حدود الموجود الامكانات الموجودة اللي هي السيستم ما كانش ديفولوب صح كان شوية حاجات من الموجودة في بعض الشركات كده حتة من هنا على حتة من هنا قص من هنا على اللزق من هنا على فكرة من هنا على طريقة من هنا يعني لو مش عايز اقول عكة اول لان فيها حاجات بتبقى محتبرة لكن في الاخر كتوتل كده بيبقى مش كلام ينفع يدني عليه مشاريع ضخمة بنتائج كويسة طبعا انا عايز برضو اقول بس مش دلوقتي يعني بس اتكرون انا بقول لك على مجموعة من الاحصائيات لان انت ممكن تكون برضو شايف الكيبي ايز غلط ودي برضو مدياك ديفيرجن او مدياك حيود عن الكلام المهم يعني ايه يعني في ناس كده جدا تقول وانا المشروع بينجح ازاي اقول يا عم المشروع يعني خلص في الوقت ومش عارف ومش عارف ايه يبقى انت كده نجحت وزي الفل لا مش حاجة اسمها كده الكيبي ايز بتبقى ادق من كده يا جماعة يعني هديك مثال انا ممكن في مشروع وهديك مثال حقيقي هديك مثال لقصة حقيقية مشروع البودج بتاعه حقيقة ومثال هديكه بالارقام بالاسماء بكل مشروع يكون اتعمل بميزانية بص بقى الرقم اللي انا اقول لك اخد بميزانية باكشوال كوست قصدي عدى الميزانية تالت مرات ينهر بيض مش خمسة في المية وعشرة في المية لا 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 تالت مرات يعني المشروع كان محتوط له ميزانية مثلا ميت مليون مش خلص بمية وعشرة ده خلص بتلتم ميت مليون ينهر ابيض هاتوا بقى البروجيكت مانجر ده ويعدموه لا ايه رأيك بقى البروجيكت مانجر ده خد كيستل اوورد من الشركة مكافأة قيمة جدا وتقرم على مستوى الشركة ايه عام اللي بتقوله ده ازاي اه يمكن فيه لا لا هو نفس المشروع بنفس الاسكوب بنفس كل حاجة لا لا فيه حاج غلط تمام فيش حاج غلط فالإيه اللي حصل احكي لكم القصة بسرعة جدا عشان دي هتوريك يعني ايه KPIs ويعني ايه performance ويعني ايه لما يكون فيه system developed كويس ممكن يخدمك وممكن يطلع نتائج مش مجرد ان انت تقول ده أقل وده أكتر وده ف طب خلي القصة دي معلش شوية عشان انا يعني مش عايز الوقت تضيع في القصص او في سياق اكتر منك ده المهم في الاخر عايز اقول لك يا جماعة ان ان لو انت ما عندكش system developed كويس في المؤسسة وبدأت على طول تروح شركة وتبدأ تنفذ مشروع كproject manager وانت ما عندكش اساس develop اللي هو system developed methodology develop قوية ممكن تطلع تاكسيئة جدا والنتائج دي معناها فلوس كتير جدا يعني امثال هدأ لكم ملايين والله يا جماعة ملايين ملايين بتهضر بذات المشاريع الكبيرة بسبب شوية كلام فاضي زي اللي انا بقولهم ده طيب احيانا بقى لما بتعمل development وتيجي تعمل له implementation بتلاقي في صعوبة وبتلاقي فيه اهضار للوقت وتلاقي فيه ممكن تقولك يا عم ده ايه ده ده الموضوع بدأ يتقلب ضده بدأ الكلام ده عشان يتنفذ بيخسرنا بيعمل waste يبقى انت برضو مش فاهم management تاني ان برضو الحتة دي زي quality كده اللي بقى وتشرح quality الناس قولوا يا جماعة كل علوم management ايه عبارة عن بلونة لو دستها من حتة هتطلع من حتة تانية فلازم تعمل balance وإلا تضرب منك يعني ما حدش يختلف ان quality كويس لكن لو عملت quality زيادة عن اللزوم انت خسرت الشركة وخسرت المشروع الله انت كنت قولي يا quality ده اه طبعا وعلم ولازم بس ليه معايير وليه وصول وليه وزن معين بالمسطرة بميزان الدهب لازم توزن انت هت involve قد ايه وهتبدأ تطبق الكلام ده لأي مرحلة وتطلع kbis عشان تقدر في الآخر ما يبقاش الموضوع waste للtime والمجهود والفلوس تمام نفس الكلامين فأحيانا تلاقي نفسك بقى ايه وانت بتعمل implementation لا ده فيه waste كبير بيحصل الله طب نعمل ايه قالك هنا بقى يخش دور automation automation ملالين بتدفع في automation تديك نتائج عظيمة عظيمة لو انت يعني لو تدرون ال automation بقى بيصرع يعني بدل ما خمسة بيعملوا الحاجة لا ده واحدة يعملها لان automation بيخلي الكمبيوتر بالاليات بتاعته بامكانياته خلاص بقى بيشيل عنك كتير جدا جدا وموضوع automation تطور جدا وبعدين بدأت تخش فيه حاجات يا جماعة لازم تبدأت تعرفوها حاجات بدأت تطور جدا في مجال automation وبدأت يدخلوا AI مثلا artificial intelligence فبدأت المواضيع يطلع فيها يعني يعني فعلا يعني يتوفر عمالها كتير جدا وموظفين كتير جدا لو عملت automation مضبوط وبالتالي شوف انت لو وفرت بس موظف واحد بياخد مثلا 10 ولا في الشهر ولا 20 ولا حسب العملة طبعا بتاعتك فشوف قد ايه ممكن توفر لكل موظف بحيث ان انت في الاخر هيقدر يأثر فيه البروفيت بتاع الشركة وبروفيت على المشروع عن طريق ان انت تعمل automation مضبوط فالautomation هو ان انت بقى تبدأ تعمل programming وتبدأ تعمل softwares وتبدأ تستخدم tools تسهل لك الكلام تمام انا عارف ان انا عدت وزدت كتير قوي لبعضكم يعني لكن عليش انا عايز بس اثبت الconcept ده عندنا يعني ايه methodology يعني ايه stages للمethology تمام طيب خلاص انا مش عايز بقى عيدة تاني لان شكلوك هزيقتوا من الموضوع ده هقولكوا بقى قبل ما ابدأ اكمل اخش فيه موضوع planning تمام اللي اللي عايز اقوله ايه دلوقتي يا جماعة ان خلاص انا بعد شوية هقفل ال او هنبدأ نبدأ كده رح بعد شوية افتح مجال الاسئلة ف هحكي لكم القص اللي عايز اقول لكم علي عشان المرة الجاة ان شاء الله هنبدأ نجاوب بقى على القصص دي بطريقة عملية أول قصة حقيقية حصلت القصة دي حصلت في أحد المشاريع كانوا بيبنوا مصنع قصة حقيقة وأنا كنت يعني عصرت الكلام ده وكنت انفولبت فيها يعني مهم كانوا بيبنوا مصنع والمصنع ده مفروض كان يخلص سنة 2013 المصنع ده كان ب 1.3 بليون دولار اضرب بقى لو في مصر اضرب في 16 ولا مجارة تخيل الرقم طيب المصنع ده كان مفروض يخلص 2013 فجم في آخر 2013 جم في أول 2013 وبدأ يقولوا يا جماعة المصنع ده آخر السنة هيخلص قالوا تمام أكد يا ابني فين البرنامج الزمني فتح خينة البلانر أو البلاني أو فتح البرنامج الزمني آه يا سي أو أو يا صاحب الشركة هنخلص آخر السنة طيب جميل يا طيب ما احنا آخر السنة مصنع هيخلص يا جماعة عايزين الناس اللي هتعمل أوبريشن للمصنع طبعا مصنع ضخمة ويطلع آآ منتجات آآ ضخمة جدا وهي حاجة كبيرة طيب بعد ما يخلص آخر السنة يكون الموظفين جاهزين لصطاف بتاع أوبريشن جاهز شغل المصنع طيب الناس دول بدأوا ييجوا واحد واحد كده ما همش يقدروا يجيبون كلهم فيهم واحد يجيبونهم شوية شوية ويدوهم طبعا مرتبات طب يا عم هم بشتغلوش أيوة يا عم أنا خلاص بحضرهم بنتبهم بس لازم ييجوا عشان مش مشكلة ما المصنع إن شاء الله يشتغل وهيعوضنا كل الكلام ده جميل مفيش مشكلة بدأت الناس دي تيجي بدأت الناس دي توصل لمرحلة إن هم تقريبا تسعين في المائة من الستطاف بتاع أوبريشن تعين بدأت الناس دي تاخد المرتبات بتاعتها المرتبات دي كانت رقم يخد بس مش مشكلة ما إحنا عندنا إنتاج وعندنا ويطلع كل كل كلام ده يعدي بس رقم كبير طيب مفيش مشكلة هنعمل يعني لا وكده صح طيب حلو قاعدوا الناس يتفعوا المرتبات لغاية ما جيه شهر 12 2013 يلا معلم بقى سلمونا المصنع عشان نبدأ نشتغل رح المصنع المصنع لسه مخلص يا أنا قربيض مخلص ازاي مخلص يعني معليش تأخر طب يخلص امتى يلا إن شاء الله خمان ثلاث شهور طب يا عم معليش طب الناس اللي إحنا جايبينهم في الألعاب اللي هي بتاعت الموبايل دي طب ما هنعمل ليه معليش طيب ثلاث شهور قاعدنا أو قاعدوا يعني ثلاث شهور خلص يا عم يلا يا عم يا لس هيخلص كمان شهرين ينهارا قبيض راحوا الراجل ممشي البروجيكت منيجر كارس يا بروجيكت منيجر تاني البروجيكت منيجر التاني ده اللي جاي قالوا له بص يا عم هنزيل المشروع ده يخلص ده احنا كنا مفروض نتخلصه من ست شهور فاتف قال لهم حاطر خلصه لكم تخلصه لنا في قد ايه في ثلاث شهور اه ماشي تقولوا ثلاث شهور عدد ثلاث شهور والخلي بقى لك كل ده عادينا يدفعوا البروجيكت منيجر والمصنع بيدخلش فلوس وخسائر وبلاؤي كارسة ملايين بقى عادت صرف ملايين مش ألافات يا جماعة الله ملايين ده الكلام ده كلام حقيقي والأسماء وبالأرقام وكل حاجة مهم راحت بعد الثلاث شهور يا عم فين يا عم لما خلص راحهم فنشين الراجل ده تاني وهم بقى خلاص بقوا بانك جدا الإدارة والمجلس الإدارة واصحاب الشركة طيب راحوا جايبين بروجيكت منيجر تاني قالوا بس سننا بقى احنا ايه قبل ما يبدأ يشتغل نسأله قولوا يا عم بص كده روح شوف لنا الدنيا كده عاملة ايه وقول لنا هل البتاع ده يقدر يخلص ثلاث شهور عشان قبل ما يخش في اي حاجة الراجل راح بص على الشغل يجي قال لهم يا جماعة لا الموضوع ده مش هينفع يخلص ثلاث شهور ينهر ربيض طيب راحوا مفنشينه قبل ما يشتغل أصلا يبقى انت بقى ما تفهمش كلام الله قصة حقيقية يعني ممكن اكون بزود كده عشان بس تبقى القصة لها شكل بس هي فعلا قصة حقيقية بالتفصيل بتاعها المهم رحت انا بقى الشرق المشروع ده انا كنت انفول بتبقى بالنقطة دي رحت انا لمشروع ده جابوني فيه وليد حكولي القصة اللي انا حكيتها لكو دي باختصار يعني حكولي يوم ما بالتفصيل يلا وليد ايه رأيك المشروع فالشباب هناك قال لي خليبانك وليد لو قلت لهم المشروع هيخلص في دلت شهور هيخلص مش هيخلص وهيروح مفنشين ولو قلت لهم المشروع مش هيخلص مش هيشغلوك اصلا فانت ايه شوفها تقنومي يعني طبعا انا يعني من غير ما يقول لي كده انا كنت عارف هقول لي يوم كنت عارف انا ولا هقول ده ولا هقول ده والصح ايه بقى الصح ان شاء الله نبقى نتكلم فيه بعدين بس ايه المشكلة سيبك بقى مصصح ايه وان شاء الله الحمد لله المشروع ده انا روحته والحمد لله خلص واشتغل المصنع ولكن انا عايزة اقوله هنا ايه ان شاء الله ان الاول قبل ما اقول لكم الحلول والحاجات عايزة اقول لكم هو ايه المشكلة عارفين ايه المشكلة ضمن المشاكل اللي هي حاجة صغيرة جدا بتلاتة مالين كتوفرة ملايين الدولارات اقول لكم في حاجة ما حصلتش في اول مرة لما سألوا وما بتحصلش على فكرة في معظم المشاريع للأسف لما سألوا اول مرة وقالوا يا جماعة المشروع هيخلص امتى واحد يقول لك ايه ده ما قالوله 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 يتفتحوا البرنامج الزمني وقالوله المشروع هيخلص اخر 2013 ايوة لا لو انت بقى عندك نالج عندك العلم عندك اللي انا بقول عليه بقى الكلام ده فيه سؤال تاني لازم يسئل في المشاريع اللي زي كده ايه السؤال ده السؤال هو ايه هو نسبة احتمال المشروع يخلص لو انا سي او يعني هنسأقول لهم هو نسبة احتمال المشروع يخلص في 2013 كان في المية وما تضرب ليش رقم ده ليها طريقة علمية لحسابها طريقة بيسموها المونتكارلو اناليسس علم اسمه المونتكارلو اناليسس وان شاء الله بقى اشرحولكم لانه ده يعني مش مش سهل ان انت يعني مش سهل حد اشرحولك يعني انا اعرف اشرحولك ازاي ان شاء الله بكل سهولة فعلم المونتكارلو اناليسس ده علم وليه برامج وليه صفت ويرز وليه وليه يقدر يديك المعلومة الغريبة الجميلة دي بملالين وكانتوفرت ملايين انه هايقولك كان هايقولك ايه بقى لما انا عملت التحليل ده بقى لما روحت بعد فوقات الاوان طبعا وشكده بقولك ان انت لما تاخدش الاكشن في وقت المناسب بيكون او العلاج بيبقى غالي اوي 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 فهنا العلاج كان غالي لانه خلاص الوقت فات فلو جينا بقى بالراجع وقلتنوا يا جماعة لك كنت جبتوني في 2013 كنت عملتلك الاسرسيز ده لانا عملتوا ساعتها بس بالمعلومات بالراجع المعلومات طلقت لي ان نسبة احتمال ان المشروع يخلص في اخر 2013 صفر في المائة صفر في المائة يعني مشروع ده عمره ما يخلص في 2013 يبقى ازاي انا ابني واجيب على معلومات احتمال حدوثها صفر في المائة مستحيل تمام وبالتالي لازم اعمل منتقاله اناس المشاريع دي وطلع نسبة الاحتمال بتاعة حدوث الحدث بطريقة طبعا زي موتركوا علمي حلو فاذا ده العلم ازاي بتصخر اللي احنا بنقوله ده فان انت تاخد بي ديريكشنز انت تعمل بي اكشنز انت تعمل بي كوريكتيب اكشن تعمل بي بريفينتيب اكشن هو ده المدير هو ده المانيجر شكرا انا هقف لغاية كده النهاردة ونفتح باب الاسئلة عشان انا عارف الوقت ده الوقت متأخر عند بعضكم جدا شكرا 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 حضرتك ومحاضرة رائعة اللي عندي سؤال بس يعمل رايس هند والماني سوريد اي 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 او معي واللينك هوت بتاع تسجيل الحضور لو حد عايز يعملو شكرا 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 السلام عليكم ماضح الصوت اه تامين يلا السلام عليكم مش مهندس الله يعطيك ألف عافية ركب مرة ثانية اجتمتعنا بهالامسي الجميلة معاك رايزيك الخير يا رب راي خليك طيب يعني شرح كتير كويس وبيل انه من ناحية عملية متل ما تفضلت حضرتك شكرا بواحد ما اخذ كورسات حضرت زيمنار ما بهال مستوى أو بهال ادراك قدر بياخذ المعلومة جزاك الله خير طيب هلأ انا عندي سؤال وسؤالي لو دي ارجع خليني بالميتادولوجي اربط من وجهة نظرك العملية او خبرتك البوليس تبع المؤسسة يعني شون خرجي اربط انا بناحية عملية سياسات المؤسسة بالميتادولوجي اللي انا بدي طالعة اشو التولز اللي عندك شون عملية الربط تقدر هيك تفيدنا بهالنجا حلو جدا حلو جدا سؤال ده ممتاز ما شاء الله انت كده فاهم الموضوع جدا من ضمن مهام البروجيكت منيجر الشاطر انه هو يربط طريقة ادارته المشروع بسياسات المؤسسة بتاعت تمام المؤسسة تبقى عندها بولوسز عندها فيجن عندها ميشن والبروجيكت منيجر هو حلقة الوصل اللي بيأخد الكلام ده وينقلوا عنده في المشروع تمام فمن ضمن الحاجات اللي انت ممكن تستخدمها كتولز في لسوات اناليس اللي هو ندرس فيه من جزء برضو بيبقى في الرسك ان شاء الله يعني اللي بتاعت بيه الكلام ده وتبدأ تنقله طب انا برضو بحب بسط للناس اللي معانا اللي هم يمكن يعني لسه بيبدأوا في المواضيع او جدادي يعني في علم الكلام ده هقولك بسال بسيط جدا كان في بسرعة كده احد البروجيكت مانيجر تشاطرين جدا في مجال الكون جدا اسم يعني الراجل ده راح يشتغل في شركة يتفنش بعد شهر ونص على طول لأنه اسم كبير جدا هو يعني راح يشتغل الكون مانيجر وهو اسم يعني فالناس كانت مستغربة جدا الاجابة كانت بساطة ان هو انت مثلا شطرتك ازاي تضغط على المقاول ده وتتكشف لوت زبطه بالشكل ده وما تدفعش السب كونتراكتور ده 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 واتأخر على ده الراجل ده راح يشتغل في مؤسسة خيرية بيعمل مشاريع لمؤسسة خيرية فلما بدأ يعمل الكلام ده في المؤسسة خيرية المؤسسة خيرية طبعا على طول فنشطوا على طول إيقنا رابط ده لو الناس اللي بيدونا التبرعات عرفوا ان احنا بنأخر للمقاولين وبنأكل او مش بناكل يعني اللي هو شغل بتاع المقاول ده كارثة فرح مفنشون على طول فده مثال اللي حضرتك بتقوله بالزبط انه مقدرش مع مع الشغل اللي هو شكرا ياسي يبرك افوا 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 او ماندس عمر مين اللي بعد اه دكتور براهيم معفضل دكتور براهيم السلام عليكم باشماندس عليكم السلام وفتا بركاته بارك بيك رب ماليشي واسطوال يعني ببردو استكمال لباشماندس الاخير دوت يعني على سبيل المسال أنا كبروجيك ديركتور في المشاريع عندنا الاستراتيجي والميجا يعني يعني مش مليون على كلام التعدي الوقتي على سبيل المسال أنا بابة العادة بتاعي وانت عارف الفيزيك ما شو يعني ما يحتاج يعني كل اللي خلالتك اتكلمته موجودة بس في عندي يعني أنا يعني أنا موجود في السعودية على فكرة وشغل في السعودية وكل شغلي مع الشركات الاجنبية والجهات الحكومية يعني بعض الشركات اللي أنا اشتغلت فيها زي باللادن والسيف والشركات والناس كبار دول اللي حكيت معنهم طبعا جيت أنا نتيجة الظروف المحيطة يعني اشتغلت بشكل يعني نتيجة الظروف الاقتصادية في السنين ثلاثة الأخار مع شركات يعني أقل من المتوسط كتير تمام طبعا أقل من المتوسط ما هيش معترفة بالبوليسي اللي احنا نشغلين بيها واللي ساعتك عملتش راحها وأنا وردي مانيج عليها وأنا يعني شغل كله يعني فيها فيها آآ أنا في المشروع كان كل السلاسي بتاعت ان انا اطبق الفيديك كله وأطبق شغل انا كراجل في المشروع بكل الصلاحات بتاعتي كاملة تمام بس اللي كان بيعقني بديد من ضمن المساوة بتاعت الشركات انا بس بعمل هايلايت عليها اه ومش سؤال بعمل هايلايت الزمانة أو الحضور آآ تمام ان مهما كانت انت ماشي على يعني بالأول بين بين الاستشاري آآ بتبقى بالكوالدت كلها بالرسك بالكوالد بالمشروع بكل برسوس بتاعتك كلها كاملة وتعمل لكن ان المؤسسة اللي انت شغل فيها والشركة اللي انت شغل فيها على سبيل المثال يعني للأسف ضعيفة من الناحية الفنية ديه جدا أو الإدارية أو الإستراتيجية ضعيفة تمام يحصل تصدم بيني وبينهم كتير وعرام الحمد لله بفضل الله نجحت المشاريع اللي كانت معايا وهم اعترفوا بها في الآخر ان أنا شغل صح لكن حد الام همش معطرفين بس يسر اني مش بيها وده للأسف يعيقك وده يعني ما يخليكش تحقق التارجت أو المطلوب صح يعني للأسف مطلوب صح ده بالزبط فعني للأسف يعني الوعي الوعي أنا بقول كلمة الوعي عند بعض الشركات زي ما البشمهندس اللي بدأت عملية البورسي بتاعت كل الشركة أو المؤسسة انها بتبقى لها يعني معينة ومعينة وطارجت والكلام ده كله هو في عندها طارجت كناحية تانية غير اللي انت عاوزت حقاها وراجل توصل بان انت بتبقى نجح في مشاريع انا قلت لهم انا في الأول لآخر يعني يتنجحوا معايا ياما انا بقى مشيش في فشلكم عاوزين تكملوا معايا في الطريق النجاح نكمل مع بعض لكن لو انتوا عاوزين تفشلوني لا انا سلام عليكم وشكرا فكمل في الطريق تاني عشان انجح انا مش جاي عشان انا فشل معكم ياما تنجحوا وانجحكم معايا ياما انا بقى سلام عليكم وبامشي فالفكرة ان انت لازم تكون متمسك بالصح اللي انت شغل عليه ما يهمكش متفق معك تماما تماما يعني اول حاجة رز بيد ربنا ونعمة بالله في الاول والاخر وكلنا فضل الله تعالى ربنا الرزاق ذو الكوات المتين لكن الفكرة ان احنا كنا ناس مهندسين والكلمة دي حبت تحتها خط كتير بس ساعدتك رجل دكتور في مجالك مهندس في مجالك وتبر بتاعك ان انت الكلمة دي لها سقة كبيرة عند الناس اللي تحسب معناها وتعبها على مدى السنين وعلى مدى اللي بتعملها والووركشوب اللي بتحضرها والكورس اللي بتاخدها يعني انت دماغك دي ميش سهل دماغك دي زي ما انت ساعدتك كده في مجالك ما شاء الله عليك ربنا هزيتك وبارك فيك يعني ان انت لازم تبقى متميز صح ما تخليش حد يسيطر على كرارك حتى لو هيج عليك لعيشك انا كلمة بقولها الواجد لا تعالي حتى لو هيج لعيشك لانك فلو الاخر انت بتمشي ضد الصح تمام شكرا بس كلمة يعني مشكور جديد جزيلا جدا محاضرة ممتازة جدا وما شاء الله عليك يعني ما احتاج ما شاء الله شكرا مشانسى مشانسى اسراء طب اعسى زينكوا بعد السؤال مشانسى اسراء هناخد كده لقطة كده سريعة لو حدا عايز يفتح الكاميرا انشاء الله فضل شكرا شكرا لحضرتكم على المحاضرة القيمة شكرا لك استاذ وليد بس كان في عندي سؤال هلا نحنا حكينا نتفلوبين جزء وبروجيكت منيجر بيجي مسلا على التنفيذ هلا اما وقت بيجي بلاقي بروسيجر والكبي والريبور كبروجيكت منيجر ادف عمل تيلورينج فدول هالمعطيات ليتماشوا اكتر مع مشروعي بالاخير كل مشروع يونيك في له خاصية معينة ممكن انا بحس الريبورتز للموزاج الموجود ما بيخدمي في المشروع او لازمة تعديل لأعطي النتيجة المرجوة للسي او او الكبي اي هي تكون متوسعة انا بدي خصص اكتر لمشروعي لا تمشي وقت التنفيذ فأنا قادر على هادا شي ولا لا هي ملزمة بالشركة انا ما بقدر عدل عليها بس هتسأولي وشكرا لحضر عفوا كل المنهجيات متفقة مع حضرتك يعني نحنك بتقولي كل اللي مكتوف في المنهجيات كل المنهجيات حطت اول بروسس اول بروسس في الامبليمنتيشن هي البيان يعني مثلا ما تيجي تخش البيان تلاقي مثلا يقولك بلان ريسك مانجم بلان من حقك لان انت في البلان هي بلان بتخططي فمن حقك ان انت تعملي تيلورينج للحاجات اللي موجودة بحيث تبقى يونيك للمشروع طبعا تمام لكن لازم ده يتم عن طريق لو فيها changes عن اللي موجود لازم يتم عن طريق حاجة بيسميها ال-M-O-C او management of change يعني عشان بس مش كل واحد يغير لأ يعني نشوف التغيير ده عشان بعد كده المجود اللي انت هتعمليه في التيلورينج ده مايرحش هضر او مايرحش بس لمشروعك ويبقى احنا برضو عملنا شوية لا عشان يتخدم فيه اي نوع من انواع المشاريع اللي بنفس المضمون لكن مظبوط جدا طبعا شكرا شكرا احنا ان شاء الله بس ناخد صورة كده للذكرى وان شاء الله المحاضر الجاية عنها عنها برضو المحاضرة الثالثة ورابعة موجود المواعب بتاعتهم ورابطة زوم على صفحة بيما رجيح تمام طيب انا سيد زانجو بس ناخد صورة هنلغل الشير وبعد كده نشوف كل واحد يفتح الكاميرا وحضرك طبعا اول واحد عشان لأسف الديسك صوب مفوش كاميرا فان شاء الله المرة جاية حضر طيب حضرك ممكن بس هتلغل الشير اه طبع الله شكرا شكرا اه طبعا خلاص اه طبعا موسيقى اه طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. اه تمام ازمانه بس حضركوا تملوا الفورم عشان اه ان شاء الله الشهدات في الاخر هتصدر. وجزاكم الله كل خير. وان شاء الله مهندس محمد صبح جديد من حضرة اكثر من راعة. رابط كل مبادئ اللي دار راحت رفيها بتوريكم شغيقة وسالسة. وجزاكم الله خيرا دكتور وليد وكل الكوهنين على الجاح المبادرة. ان شاء الله يا رب ينفع بيها. وان شاء الله يعني مش فكرة شادة بس فكرة ان انت حضرت الطبقة في حياتك العملية وترتيب للأفكار وترتيب لكل حاجة زي ما شونس وليد بيوي. شكرا. تماما هافل ان شاء الله خلال بيها يكون الناس فتحت اللينك ومالة اللي مخطوب يعني ان شاء الله. باز اكون لكم كل خير. شكرا حدود. شكرا شكرا small. شكرا لكمоть في شكرا. شكرا لكم Britney